اشتركوا في القناة وتل الصافي وزكريا وصريف ودير الدبان ويتواجد معظم أبنائها في المهجر بسبب تهجيرهم وترضهم على يد العصابات الصهيونية عندما نفذت عملية يعاف لاحتلال محافظة الخليل في تشرين الثاني من عام 1948 كان يقطنها 3700 شخص في عام 1948 بعد تهجير المدينة من سكانها تم بناء المستوطنات التالية أغور تزافا ريفيم جفات يشياهو ليون تيروش بالقرب من القرية في خربة جنابة الفوقة وقعت معركة أجنادين بين الخلافة الراشدة والإمبراطورية البيزنطية والتي أصفرت عن نصر حاسم للمسلمين كان من نتائجه فتح معظم فلسطين وضمها للمسلمين القرية نفسها يعتقد أنها بنيت في العصر الفاطمي في بدايات القرن الثاني عشر والمسجد الذي بني خلال تلك الفترة ظل يستخدمه سكان عجور حتى تهجيرهم وتدمير المدينة ويوحي طراز القرية المعماري القديم ولسيما مبنى الوقف بأن عجور الحديثة انشأت في الأعوام الأولى من الحكم الفاطميين بين عامي 909 وعام 1171 دون المؤرخ المسلم مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل أنه مر بعجور عندما كان في طريقه إلى القدس في بداية القرن السادس عشر عندما كانت البلاد جزءا من الدولة العثمانية عام 1596 وكانت عجور تابعة لناحية غزة وجزء من سنجق غزة وكانت تدفع ضرائبها على منتجاتها من القمح والشعير والفواكه والكروم والعسل والماعز مر بها الرحالة الأمريكي إدوارد روبنسون الذي يعتبر مؤسس الجغرافية الإنجيلية عام 1838 ووصفها بالقرية الصغيرة في نهاية القرن التاسع عشر كانت عجور قرية صغيرة فيها أشجار زيتون بيوتها متجمعة بالقرب من بعضها والقليل منها موجود في الغرب والجنوب وحوت على مدرسة خاصة اسمها مدرسة أبو حسن في ذلك الوقت شارك الكثير من أبنائها في التجنيد الإجباري أيام العثمانيين والكثير منهم لم يرجع والسشهد في النصف الأول من القرن العشرين خلال الانتداب البريطاني على فلسطين أصبحت عجور مزهرة اقتصاديا بالنسبة لما جاورها حيث كان يعقد فيها سوق الجمعة الذي كان يزدب الكثير من المستهلكين والتجار من القرى المجاورة وأنشأت مدرسة ثانية عام 1934 لخدمة عجور والقرى المجاورة ومثل أغلبية قرى فلسطين اعتمرت عجور على الزراع التي كان أساس اقتصادها وجاء بعد ذلك التربية الحيوانية حيث حرصوا على اقتناء مواشي وكانوا يتنقلون بها للرعي في المناطق المجاورة حسب فصول السنة مثل خريبة السورة وخريبة عمورية وكان هناك صناعة الأحذية والنجارة ودباغة الجلود وكانت كلها موجودة في عجور في 23 أكتوبر 1948 خلال الحرب تم احتلالها من قبل الكتيبة الرابع لواء جفعاتي الإسرائيلي من ضمن عملية تعاذ في الجبهة الشمالية ومعظم سكان عجور نزحوا نتيجة لهذا الاقتصاب وقليل منهم قد نزح خلال هجوم مبكر في 23 و24 أيلول في عام 1992 وصف المؤرخ الفلسطيني وليد الخالد القرية بأنه لم يبقى سوى ثلاثة منازل اثنان مهجوران والثالث تم تحويله إلى مستودع وأحد المنزلين المهجورين مكون من طابقين حجر وله شرفة كبيرة مقوسة في عام 2000 لاحظ ميرون بن فنيتستي أن المباني الثلاثة الواقعة خارج البلدة تم تجديدها وأن أسرا يهودية تعيش فيها وتقيم حفلات موسيقية في إحدى حجراتها هناك ثلاث حمائل في عجور كبيرة ويتفرع منها أفخاذ كثيرة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل حتى لا أنسى أي من هذه الأفخاذ ولكن الحمائل هي العجارمة المحارمة والصراحنة ولي طبعا كثير من الأصدقاء من كل حمولة من هذه الحمائل شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر